مع بداية مشاهد الفشل الأمني الإسرائيلي والذي لوقي بإعلان حرب وحالة طوارئ في البلاد لا تنسى المشاهد التي شهدت في البلدات العربية من الدبابات والأجهزة الشرطية المنتشرة وفي حالة التأهب لصد أي هجوم داخلي كل تلك النشاطات الشرطية أوقفت عجلة العنف والجريمة والتي كانت قد استشرت في المجتمع العربي ما قبل الحرب المؤسسة والشرطة هي المسؤولة ولكن على ما يبدو ما قمتش بدورها فعلا في الفترة السابقة إذا كان عندها نية أو إذا ما عندها نية إنها تقوم التحصيل الحاصل إنها ما قمت بدورها ويمكن إذا أشرنا إنه تواجد الشرطة إسا بهذه الفترة ردع عصابات الإجرام معناه لمكان مستشري الإجرام معناه ما كانش في تواجد شرطة صحيح أو ما كانش عقوبة صحيحة على ما يبدو بأن الهدنة التي وافقت عليها إسرائيل واتفاقيات تبادل الأسرة قد أفسحت المجال للأجهزة الشرطية بالتروي في أداء عملها وفي المقابل نرى الآن بأن عجلة العنف والقتل قد بدأت بالدوران مرة أخرى ليسقط خمس ضحايا من المجتمع العربي حين اختفت هذه الظاهرة لم تكن صدفة وحين عادت الآن بهذا التوقيت هي أيضا ليس بصدفة نحن نقول وأنا بتقديري الخاص أن شرطة إسرائيل مع هذا الوزير المتطرف وزير التوكتوك الإسرائيلي بن كفير هو من يعني ينمي هذه الظاهرة أولا بأنه لم يسعى لإلقاء القبض على مجرم واحد من هذه العصابات التحقيقات والمعطيات قد أشارت لانخفاض الجريمة منذ بدء الحرب بفارق 60% حيث كان المجتمع العربي ما قبل الحرب يعتبر كساحة قتال دون أي وجود للقانون خبراء أكدوا بأن هذا الانخفاض له علاقة مباشرة بأداء عمل الشرطة الإسرائيلية وما ينذر الآن بحالة انتهاء الحرب بداية جديدة لظاهرة العنف والجريمة شكرا